قفزة كبيرة تأخذها السعودية لتتحول من خلالها إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية بحلول 2030 فبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي سيدشن غدا يستهدف تنمية منظومة الصناعة تحديدا لتصبح 50% من صادرات سعودية غير نفطية دعونا مشاهدين نلقي نظرة على هذا البرنامج الضخم وما سيحققه بالأرقام بداية تتوقع رياض أن يساهم برنامجها الصناعي في الناتج المحلي بـ 1.2 تريليون ريال سعودي ذلك من خلال تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي وإلى جانب الصناع يركز البرنامج أيضا على الخدمات اللوجستية للسعودية من خلال تحويلها إلى مركز عالمي يربط القارات الثلاث أسيا وإفريقيا وأوروبا هذا المشروع يشمل أيضا تطوير البنية التحتية حيث ستنشأ في الفترة القادمة خمس مطارات جديدة كما ستعمل على تطوير خطوط السكك الحديدية البالغ مسافتها 4500 كم لتصل إلى 9200 كم ويتضمن المشروع أيضا تأسيس مناطق اقتصادية خاصة لدفع حركة الاستيراد والتصدير في السعودية خلال فعالية تتشين البرنامج ستطرح مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال كبداية وسيتم توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال ويتوقع أن يوفر البرنامج ككل 1.6 مليون وظيفة عمل وجذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون خلال السنوات العشر القادمة اشتركوا في القناة